في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنشيط السياحة تم افتتاح بورجي الرملة والحداد في قلعة صلاح الدين الأيوبي بالمقطم وذلك بعد الانتهاء من ترميمهما وذلك في خطوة تهدف إلى إتاحة الفرصة للترويج لقهرة الكبرى كمنتج ثقافي ومقصد سياحي قائم بالذاته في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر يأتي افتتاح وزارة السياحة والأثار لبرجي الرملة والحداد وقلعة صلاح الدين الأيوبي بالمقطم وذلك بعد الانتهاء من ترميمهما خطوة تهدف إلى إتاحة الفرصة لتنفيذ خطة الدولة للترويج للقهرة الكبرى كمنتج ثقافي وهو ما يجعل منها مقصداً سياحياً قائماً بذاته كلنا شايفين اللاند سكيبل لبرا القلعة والتحسين اللي بيحصل والتطوير اللي بيحصل فيه مش بس خارج القلعة كمان داخل القلعة عندنا جامع الناصر محمد ابن قلوون حالياً المجلس الأعلى أصار بيقوم بعمل ترميم دقيق عشان يبقى على أعلى مستوى في افتتاحه قريباً بمشيئة الله تعالى أعمال تطوير برجي الرملة والحداد شملت الترميم الدقيق وتنظيف الأحجار فضلاً عن استبدال الأحجار التالفة وصيانة السلالم الحجرية وكذلك صيانة الأرضيات الحجرية لم تقتصر أعمال التطوير على البرجين فقط بل امتدت لتشمل منطقة البانوراما والتي تضمنت أعمال رفع كفاءة البنية التحتية وعمل مدرج لإظهار العناصر المعمرية لمباني وأسوار القلعة وإعداد مسارات الزيارة وتأهيل بوابات الدخول والخروج من القلعة هدف المشروع الأساسي هو تحسين تجربة الزائرين لقلعة صلاح الدين وزيادة عدد الساعات اللي بيقضيها السائح في القلعة وده يندرك تحت الهدف الاستراتيجي اللي معالي الوزير ذكره بزيادة عدد الليالي السياحية لمنتج القاهرة السقافي يرجع تاريخ برج الرملة إلى عصر السلطان الناصر صلاح الدين الأيوبي أما برج الحداد فهو من أطخم أبراج القلعة والذي يأتي على هيئة ثلاثة أربع دائرة بعدما تمت عليه إضافات في عصر السلطان العادل الأيوبي حتى أخذ هذا الشكل الجميل ترجمة نانسي قنقر